خدمات إخبارية وثقافية وترفيهية لكامل فئات المجتمع بعيدا عن تدخل أو ضغط سياسي أو اقتصادية من أبرز أهداف الإعلام العمومية والذي تعتبر التلفزة التونسية جزءا منها حول ما تبثه هذه المؤسسة الإعلامية ومدى الإقبال تتباين آراء المواطنة المستهدف والمحور الأساسية لما تقدمه هذه المؤسسة من مادة نتفرش في الوطنية يومنا الحين نتفرش في الوطنية إثنين أذيذك أم التلفزة والوطنية هي أو الطلفزة معنا هي الولانية تربينا عليها نتفرش كان على الإخبار الإخبار نستقيهم الرسمية من قناتنا الوطنية تربينا عليها من 1966 كيف حلت فأني أقول موراتنا المذيعة تصويرها بقلوب أول حاجة الإخبار الخطرية أكثر حاجة فيها الحقيقة خطر هي اللي فيها كل شيء فيها إخبارنا نحن فيها إخبار الزوالية وamam اللي اللي بس على ديه السياسة يقولوا الحق ما عاش مسلسلات كي مقبل ما عاش حتى كاميركا شي امتاها ما عاش كي مقبل ما عاش حاجات تبدلت فيها ما تقول تحكي مغلبية على السياسة عاود معنية سيخطو المسلسلات تحسهم دي ما يعاودوا في القديم فما برنامج مزيان يعني يتعدى فاخرا لي لما برش عباد ما تفرشها لي اللي هو جمهورية الثقافة لا حد رياضي شوف لي حل اللي قعد مكسر مكسر الدنيا عشرين سنة تقريبا اللوم وفهمت علىها الانتاج يبدأ الناقش شوية وبرها معناها كل مذابين يبدأ الانتاجها لطول السنة فمعنى توازن في مختلف البلاتويات والبرامج التي تقدمها لكل الناس يتعبر على عراءها بكل ما عادها شفافية فماش ضغط في التلفزة الوطنية ما اللوموه علي وانعبوه علي ما التلفزة الوطنية لازم تكون الخبر سريع يوصل أكثر لمواطن ثقافة ورياضة واقتصاد وبرامج وأخبار تؤثث برمجة تلفزة تونسية بقانتيها الأولى والثانية قد لا يجد المتلق في بعضها ما يصب إليها وما يعبر عن مشاغله أو يستجيبوا لانتظاراته فيكون المجال للإقتراحات تعملوا برامج يتلهوا بالليجان وبشباب اللي هوما ما يخدموش تيمكن الكبار أكثر يلقى رويحهم فيها عندك لحد الرياضي يرجع لها زادة ما فيها بيس خطر الناس كل التونسة بصفة عامة من الشرق الغرب برامج يحبوا لحد الرياضي يحبوا الكرة هعطيهم حاجة تنفس هذه كتنفسوا بها برامج دينية معنا خطر ما فماش برشة برامج دينية برامج ثقافية ما تتبعاتش عن الارتباط اللي كان موصول للمدينة وبين الفقر العمومي تنزل وطنية برامجة عميقة وكاملة وشاملة خطر هي مشاك في الروتين ما ينقصنا هو شوية نجمه نقوله فسح المجال ان الناس ستعبر اكثر من خلال البرامج هذه انها تنجم توصل صوتها انها تكون قريبة اكثر ما يمكن في المناطق البعيدة الناس اللي منسية احنا لاحظنا في فترة ازمة الكورونا انه الحقيقة تعاطي جد احترافي وانه حازت على ثقة كبيرة من المتفرجين اسألت المنوعات ثم ضعف شوية في التعاطي مع المنوعات وفي الترفيه تختلف آراء المواطنين وتتباين انتظاراتهم تجاه ما تقدمه التلفزة التونسية من برامج متنوعة اخبارية كانت أو ثقافية أو ترفيهية أو غيرها الا ان الثابتة في الامر هو السعي لارضاء المواطن والاستجابة لتطلعاته